قال صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة فإفشاء أسرار المجالس باب شر يقطع الأواصر والأرحام وينتهك الحرمات وخصوصيات الأسر فينبغي على كل من حضر مجلسا أن يكون أمينا لما يسمعه ويراه فالمجالس تعقد بالأمانة على ما يجري فيها من أمور ويجب حفظ أسرارها قال الحسن البصري رحمه الله إنما تجالسوننا بالأمانة كأنكم تظنون أن الخيانة ليست إلا في الدينار والدرهم ولا حاجة لأن يذكر المتكلم في المجلس أن ما يقوله أمانة أو سر تجب صيانته وحفظه بل إن مجرد التفاته أثناء حديثه أو قبله أو بعده دليل كاف على أن هذا الكلام يجب أن يبقى سرا مصونة فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة ومن مر بمجلس وهو يعلم كراهتهم لسماع حديثهم فعليه أن يتجاوزهم دون تعمد استماع أو تنصت فقد قال صلى الله عليه وسلم من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة والآنك الرصاص المذاب ومن أمانة المجالس أيضا صونها عن المحرمات كالغيبة والنميمة والوقوع في الأعراض فإن المجالس التي لا يذكر الله فيها تكون حسرة على أصحابها يوم القيامة فكيف بمجالس الفحش والبداء وأكل لحوم الناس قال صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة